اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم إنه ليشرفني أن أرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حافظكم الله ورعاكم باسم أهالينا في محافظة المحرق أحر التهنئة بهذا الشهر الفضيل داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على جلالتكم وعلى شعب البحرين الوفي المخلص وعلى الوطن الغالي بألف خير وتقدم ونجاح وعزة وكرامة إننا ومن خلال ما تفضلتم به جلالتكم حافظكم الله من خلال الكلمة السامية فإن أهالي محافظة المحرق يرفعون إلى مقام جلالتكم أمنياتهم بشرف اللقاء مع جلالتكم حافظكم الله ورعاكم حيث دأب الأهالي على تشرف بلقاء جلالتكم في مختلف المناسبات وخاصة خلال هذا الشهر الفضيل ليعبرون عن مكنونهم من الحب والولاء والإخلاص للوطن ولجلالتكم على الدوام إن محافظة المحرق كعادتها منذ القدم وحتى يومنا هذا تقف احتراما وتقديرا ودعما لجهود وتوجيهات القيادة الحكيمة مؤكدين على التزام الجميع كبيرا وصغيرا باتباع الإجراءات الاحترازية في مواجهة هذه الجائحة رافعين خالص الشكر وعظيم الامتنان لجلالتكم ولحكومتكم الرشيدة وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حافظه الله ورعاه وبدعم ومسانتة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حافظه الله ورعاه لجهودهما الحثيثة والملموسة في قيادة وتوجيه الجهات الحكومية والحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيمين على أرض المملكة وضمان الحياة الكريمة لهم رغم ظروف الجائحة وآثارها إنما اتخذته الحكومة الموقرة من إجراءات تدل على الحكمة والتميز التي أبهرت الدول والمنظمات العالمية فكلمات الشكر والتقدير والثناء نرفعها لسموهما من أهالينا في محافظة المحرق ونحن في هذه المحافظة العريقة العاصمة القديمة المدرسة الوطنية وأم المدن وقرة عين جلالتكم محافظة المحرق بكافة مدنها وقراها نثمن عاليا لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم هذه الكلمة السامية التي تؤكد على حماية البحرين وأهلها من كافة التحديات والمخاطر ونؤكد لجلالتكم بأن أهل المحرق كافة سيكونون رجال أمن مخلصين كما هم رجال وزارة الداخلية مدركين ثمرة جهود وتوجهات جلالتكم السامية في التحدي لهذا الوباء وفق منظومة عمل وطنية محكمة الإجراءات متكاملة الأداء مجسدة أرقى معاني الوطنية في البذل والعطاء وفي الختام نكرر الشكر معاهدين جلالتكم مجددين البيعة على السمع والطاعة داعين المولى عز وجل أن يحفظ البحرين ومليكها المفدى وشعبها الوفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر